حرب غزة وما تبعها من تصعيد وتوتر عكس على أمن العديد من دول المنطقة ومن بينها الأردن الذي وجد نفسه طرفاً في هذه المعادلة الصعبة في أحدث صورة لذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط أكبر محاولة تهريب للسلاح من الأردن للضفة الغربية منذ بداية الحرب وأشر الجيش إلى أن الضخيرة التي تم إحباط تهريبها تقدر بـ 75 مسدساً وعشرات الأسلحة وهي قادمة من الأردن وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن طهران تدير مساراً سرياً للتهريب عبر الشرق الأوسط لتوصيل أكبر قدر من الأسلحة إلى الضفة على صعيد آخر كان الأردن حاضراً أيضاً إذ أصدرت فصائل عراقية بياناً هددت فيه باستئناف خط أنبوب النفط المتجه إلى الأردن في حال شنت إسرائيل حرباً شاملة على حزب الله قائلة إن خط أنبوب نفط العقب البصرة يستنزف العراق بمبالغ طائلة دون جدوى اقتصادية وأشرت الفصائل العراقية إلى أن وطيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضد المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة في حال نفذت إسرائيل تهديداتها ضد حزب الله تطورات تعيد التذكير بما أعلنته قوات الأمن الأردنية قبل أيام مشيرة إلى العثور على مواد متفجرة مخبأة في مستودع تجاري بمنطقة صناعية جنوب شرقي العاصم عمان وفجرتها وقالت السلطات حينها إن المتفجرات التي عثر عليها خبأتها نفس المجموعة المشتبه بها التي خزنت المواد المتفجرة وقد تم اكتشافها السبت الماضي بالقرب من مطار عسكري بماركة الجنوبية وعشر مسؤولون أمنيون إلى أن هذه الوقائع متعلقة بالإرهاب وقالوا إن الأمر مرتبط بجهود سرية إيرانية ترمي لتجنيد عملاء لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة لزعزعة استقرار البلاد للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الوزير والديبلوماسي السابق محمد دودية علي الوزير مرحبا بك معنا دعني أبدأ معك من ما تقوله فصائل عراقية من أنها ستفجر أنبوب النفط المتجه إلى الأردن في حال هاجمت إسرائيل لبنان كيف تتعاطى الأردن مع هذه التهديدات برأيك؟ مساء الخير لك ولمشاهدين مساء نور عزيزي أولا هذه التهديدات يجب أن تضع الحكومة العراقية حدا لها أن هذه ميليشيات أصلا مشاركة في الحكومة ونحن نتعامل مع حكومات وحريصون في الأردن شق جلالة الملك إطارا ومسارا جديدا في العلاقات بين الأردن والعراق ومصر للأسف الشديد أن هذه التهديدات الرعناء ليست في مكانها أولا الأردن أكبر من أن يهدده تنسيقية ميليشيات تمولها إيران وتوجهها إيران أولا ثانيا البيانة الذي صدر ويقول أن الميليشيات أن هذا الأنبوب يكلف العراق أموالا طائلة وأنهم سيفجرونه بالنسبة لهذا الأنبوب غير موجود لا يوجد أنبوب بين البصرة والعقبة على الإطلاق ولا متر ممدود منه هذا مشروع ولم توقع اتفاقياته لسه وإذا وقعت اتفاقياته وبدأ تنفيذه سيستغرق أربع إلى خمس سنوات الأنبوب ليس موجودا التهديد بتخجير الأنبوب عماقة وقلة معلومات طيب سعد الوزير ما الفائدة من إعلان وتهديد بمشروع غير موجود أساسا يعني ما الغاية ما الرسائل التي تترقفها الأردن من وراء هذه التهديدات هذه رسائل متواصلة ومستمرة كله في سياق استهداف الأردن الأردن أحد القلاع الصلبة في وجه الأطماع الإمبراطورية الفارسية هذا واضح تماما وتحاول إيران مرارا وتكرارا بأساليب مختلفة وتوجه أيضا ميليشياتها الموجودة في سوريا لتهريب السلاح والمخدرات الأسف الشديد وأيضا ميليشياتها الموجودة في العراق كل هذا نحن شعب يلتف حول قيادته شعب يعي إيران وعيا تاما لا تنطلي عليه مزاعم أن إيران تحارب إسرائيل وأنها ستهاجم إسرائيل إيران العدوان على غزة اقترب من 270 يوم وما تزال إيران تهدد وتطرح شعارات مثل الصبر الاستراتيجي ومثل وحدة الساحات كل هذا ذرا للرماد في العيون إيران لديها مشروع توسعي وهي أخطر من إسرائيل في هذا الباب إسرائيل لا تستطيع أن توجه طاقاتها لاحتلال المنطقة لاحتلال أربع خمس عواصم كما تفعل إيران الآن العراق وسوريا واليمن ولبنان وتوجهت إلى ليبيا في فترة فترات إسرائيل لا تستطيع ليست عندها القدرة عندها الرغبة لكن ليست عندها القدرة لاحتلال وإدارة وتوجيح القرار السياسي والعسكري في عدة دول إيران لديها القوة إيران جنست حتى الآن في سوريا نحو نصف مليون جنست في العراق إيرانيين نحو مليون هذا ليس بمكان إسرائيل إسرائيل عدو خطير والآن بذبح شعبنا وإسرائيل مشروع توسعي أيضا ومشروع حرب كلها إسرائيل مشروع حرب لكن العداء الإيراني الإسرائيلي عداء ذر للرماد في العيون الآن مقتول من اللبنانيين من جماعة حزب الله طيب معالي الوزير هذه نقطة واضحة اسمح لي على المقاطعة حتى نتفاعل معك بس فيما تطرحه من نقاط نعم معالي الوزير ولكن أنت ذكرت قبل قليل بأن بعض هذه الفصائل منضوية داخل الحكومة العراقية هل من المتوقع أن تتوتر العلاقات العراقية الأردنية جرع هذه التهديدات المستمرة برأيك ما في شك يعني هذه التهديدات تنطلق من دولة ذات سيادة ودولة عندها برلمان وعندها حكومة غير مقبول هذا حكي ميليشيات هذا حكي فوضى التهديدات التي تنبع من حزب الله نتفهمها لأنها أكبر من الدولة دولة فوق الدولة حزب الله التهديدات التي تصلنا من سوريا أيضا إيران تهيمن على القرار السوري لكن إذا كانت الميليشيات المنضوية في الحكومة العراقية تهيمن على القرار العراقي أيضا كمان نحن نريد تفسير وتوضيع واعتذار عن هذا التهديد أيضا التهديد الذي ليس في مكانه لأن لا يوجد خط أنبوب نفط كما أسلفت لا يوجد خط نفط يا معالي الوزير ولكن هناك صهاريج تنقل النفط يعني بقيمة 7 إلى 10 في المائة يعني احتجاجات المملكة من النفط والمشتقات النفطية يعني هل هناك بداء ليضحى الأردن صحيح هل هناك احتياطات ممكن يضحى يضحى في سبيل أن لا يتضرر إذا ما نفذت هذه الفصائل بالفعل تهديداتها هذا موضوع آخر موضوع السهاريج احنا أيضا هذا شوف خط النفط لو أنه موجود هو خط تصدير النفط العراقي ولمصلعة النفط العراقي ولو أنه موجود احنا سنتقاضى عليه رسوم عبور بواقع 25 سنت على كل برميل وأيضا لو أنه موجود هذا النفط الستوب كوك تبعه من منبعه من العراق من البصرة تستطيع العراق أن توقف بأي لحظة أيضا المصب في العقبة كمان تحت سيطرة العراقيين احنا لا علاقة لنا ما رح نبيع نفط هم اللي ببيعوه إذا باعوا لإسرائيل أو لا إذا باعوا لأردن أو لا إذا باعوا لأوروبا أو لا هذا خط له منفع كبرى للعراق والأردن رسوم تصدير بالنسبة للصهاريج أيضا نحن نشتري عن النفط العراقي النفط العراقي أولا ليس يعني تركيبته ليست مثلة في كلفة على نقله في كلفة أيضا هو مواصفاته أقل مواصفات العالمية لكن إحنا بنشتريه في سعر تفضيلي صح لكن هذا سوق هذه بورصة عالمية إذا شح النفط العراقي في بدائل مئات البدائل ما في مشكلة في هذا الجانب لذلك إحنا لا نخضع الابتزاز ولا تهديد إحنا بنشتري نفط عراقي إحنا لو أنه في أنبوب نفط عراقي العراقيون يفتحون هذا الصنبور ثم في العقبة هم يستلمون وعندهم العدادات ولمين ببيعوا هم أحرار وإذا إسرائيل بدها ورفضوا العراقيين ببيعوا ما ببيعوا كل هذا وهم وتضليل من أربع عقود وإيران تعطل مد هذا الخط الذي يصب في مصلحة العراق بنسبة 90% الصورة واضحة مع للوزير وردن عسوم عبور ليس أكثر شكرا جزيلا لك محمد دودية الوزير والديبلوماسي السابق كنت معنا من عمان شكرا لك اشتركوا في القناة